هننتقل الآن إلى نقطة هامة جداً في هذا المثال بنقول فيها تحديد نوع الفجوة الاقتصادية إذا كان مستوى التشغيل الكامل لهذا الاقتصاد يتحدد عند الـ 1850 مليون دولار بنذكر تاني مرة أخرى بنقول إن وضع توازن للدخل القومي بيحصل لما يلتقي منحنى الطلب اللي هو الإنفاق الكلي مع منحنى العرض الكلي اللي هو خطر 45 في نقطة معينة اللي هي نقطة توازن اللي هي نقطة E من النقطة E بنسكة عمودة على المحور أفكي يتحدد التوازن الدخل القومي عند الـ 2250 مليون دولار طيب لكن هو دلوقتي بيقول لي إيه الجديد في النقطة دية بيقول إن مستوى التشغيل الكامل أو التوازن الكامل عند الـ 1850 مليون دولار طبعاً الـ 1850 مليون دولار هي مستوى أقل من مستوى التوازن اللي حصل في الاقتصاد لا إيبقى دلوقتي بنقول إذن لما يكون التوازن الدخل القومي عند مستوى أعلى من مستوى التوازن الكامل يكون عندي فجوة انكماشية ولا تضخمية في الحقيقة بيبقى عندي فجوة تضخمية طيب ما هي مقدار الفجوة التضخمية اللي حصلت عندي مقدار هذه الفجوة بيساوي الـ 250 مليون دولار ناقص الـ 1850 مليون دولار طيب عشان دلوقتي عشان دلوقتي أقضي على هذه الفجوة أعمل إيه لابد من خفض الطلب الكل ومن الوضع CZIZGZXM إلى وضع الجديد CZIZGZXM1 يعني عشان أقضي على الفجوة التضخمية لابد من نقص الطلب الكل طيب إبقى أنا دلوقتي بقول فعلا أنا عندي فجوة انكماشية فجوة تضخمية معذرة عندي فجوة تضخمية مقدارها 2250 مليون دولار ناقص 1850 مليون دولار يعني تقريبا 400 مليون دولار إزاي أقضي على الفجوة التضخمية اللي هي 1400 مليون دولار دي عشان أقضي على هذه الفجوة التضخمية لابد من اتباع سياسة مالية سياسة اقتصادية انك ما شيء طب السياسة الاقتصادية اللي أنا هتبعها ديت عشان أقضي على الفجوة التضخمية هتكون عندي مقصمة لجزئين أدوات سياسة نقضية وأدوات سياسة مالية بالنسبة لأدوات السياسة النقضية اللي أنا هتبعها لابد من أن أنا أرفع سعر الفيدة وبعدين أرفع نسبة الاحتياطة النقض القانوني وبعدين أدخل أو يدخل البنك المركزي بائع للسندات الحكومية طبعا اللي أنا عايز أقوله دلوقتي هو البنك المركزي هيعمل القصة دي كلها ليه أو ليه السياسة النقدية هتكون هي دي السياسات المتابعة فيها هو الهدف إيه دلوقتي من هذه السياسة الهدف أن أنا أنقص عرض النقود أنقص عرض النقود يعني أقلص من قدرة البنوك التجارية على منح القروض ومنح الايتمان فلازم أتبع هذه الأدوات وهذه السياسات من أجل تقليل قدرة البنوك التجارية على خلق النقود أو عرض النقود الايتمانية يبقى دلوقتي هذه السياسات يبقى دلوقتي هذه السياسة او هذه الادوات اللي هيتتبعها البنك المركزي هتبقى ادوات سياسة انكماشية ادوات سياسة ايه انكماشية من اجل نخفيض عرض النقود من اجل نقص الطلب الكلي يبقى الهدف في النهاية ان انا نزل منحنة الطلب الكلي زي ما شفنا على الرسمة يبقى نزل زي منحنة الطلب الكلي عشان نقضي هذه الفجوة يبقى لابد من اتباع هذه هي الأدوات اللي هي رفع سعر الفايدة ورافع نسبة الاحتياط النقد القانوني ودخول البنك المركزي باقيعا للسندات الحكومية كل ذلك من أجل نقص الطلب الكلي من أجل القضاء على هذه الفجوة طيب الكلام ده بالنسبة للسياسة النقضية وما لا السياسة المالية إيه اللي هيحصل فيها برضو الهدف الأساسي إن أنا أخفض الطلب الكلي طيب أخفض الطلب الكلي إزاي؟ لابد من اتباع سياسة مالية انكماشية طيب إزاي أتباع سياسة مالية انكماشية؟ لابد من رفع معدل الضريبة عشان أقلل من الاستهلاك عشان ينقص الطلب شوي الحاجة الثانية تقليل الانفاق الحكومي طبعا تقليل الانفاق الحكومي ده هيسبب نقص مباشر وسريع في الطلب الكلي أو إننا تتبع سياستين السابقتان معا اللي هو رفع الضريبة وتقليل الانفاق الحكومي طبعا السياسة النقضية والسياسة المالية لما بتبع هذه السياسات طبعا إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إننا فعلا بنزل الطلب الكلي يعني بينتقل منحنة طلب الكل من الوضع الأعلى إلى الوضع الأسفل وبالتالي بينتقل نقطة التوازن من نقطة E إلى نقطة E واحد وبالتالي في النهاية بعود إلى الوضع يعني بقضي على الفجوة الانكماشية اللي كان ما قدرها 400 مليون دولار